الدولة المصرية تهتم جداً بالشباب. عندنا اهتمام يعني كبير وبالغ الأهمية. حضراتكم يمكن كنتوا بتابعوا دايماً مؤتمرات الشباب اللي كان بيحرص السيد الرئيس بنفسه أنه يبقى موجود في المؤتمر وأيضاً يحاور كل الشباب المصري ويسمح له كثيراً بأنه يتحاور ويقول رأيه ويشارك. كمان السيد الرئيس مش بس الحوارات اللي كانت بتبقى على مجالات وموضوعات. لا كمان يهتم السيد الرئيس بصحة الشباب المصري بالرياضة. منشوف ده سواء هو بيبقى موجود معاهم بيبقى على الدراجات مع الشباب بيقود الدراجات والشباب معاهم علشان يخلق الروح الرياضية تنتقل دايماً. مش بس للشارع المصري ولكن للبيوت والأسر المصرية. فزي ما قلنا الشباب مصري بيبقى بخير طول ما دولته كمان عارفة أنه بخير. تعداد المصري بيقول أنه هذه الدولة شابة أكثر من ربما 65% من هذه الدولة هم من الشباب. فده اللي بيخلي الدولة المصرية تهتم كثيراً. مع اليوم واحد من الشباب أيضاً الواعد وهو الأستاذ مصطفى مجدي معاون وزير الشباب والرياضة. الأستاذ مصطفى مساء الخير. مساء النور يفهم أهلاً بحضرتك. يعني أولاً أول الاهتمام ووجود حضرتك كمعاون لوزير الشباب والرياضة ودي خطوة كمان مهمة جداً أن احنا نشوف الشباب في موقع القيادة. يعني أنا كنت دايماً بلاقي أنه صعب جداً أنه يعني الشباب مش موجودين وإحنا بنتكلم عنهم طول الوقت. لكن لما الشباب بيبقوا موجودين بتبقى مختلفة تماماً. كلمني عن الاهتمام الكبير بالشباب المصري ودرجاته في وزارة الشباب والرياضة. تمام سمحيلي يعني بشكر هارة جداً على هذه الحلقة واهتمام حضراتكو والقناة بالاحتفاء يعني اليوم العلامي للشباب والاحتفاء بدور اهتمام الدولة بدور الشباب المصري. لحقيقة خلينا منتفقين أن بعد 2011 الدولة المصرية انتبهت للدور الحقيقي للشباب الفاعل في الحياة العامة. كانت الحياة في المشاركة في الاقتصاد أو الحياة في الحياة السياسية أو مشاركة في المجتمع المدني أو الفرص الخاصة بتاعته التعليمية أو صحيته أو أسلوب حياته وخلافه. هي من أول 2014 الدولة المصرية انتهجت نظام مختلف تماماً للتعامل مع الشباب. وهو أساسه أنه نسمع رأي الشباب نسمع صوت الشباب. كانت إحدى آلياته سمعناها وبدأناها بمؤتمرات الشباب ومنتدات العالمية للشباب ومبادرة إسأل الرئيس. وأيضاً فتح قنوات مختلفة وتوجهات سيادة رئيس للحكومة وكل المسؤولين إلى أنه الاستماع رأي الشباب بشكل مختلف تماماً عن الأشكال الصورية للحوار مع الشباب. أيضاً لقينا أنه في محور مخصص في الحوار الوطني لأطلاق سيادة رئيس خاص بالشباب. لقينا تمثيل في مجالس النواب ومجلس الشيوخ قوي جداً للشباب. لقينا حركة تصعيد وتمكين وتعيين لقيادات شبابية في مناصب محافظين ونواب محافظين ونواب وزراء ومساعدي ومعاوني الوزراء. الهيئة بعد التأهيل. ودي الخطوة اللي كانت نفتقدها تماماً. صحيح. أنه بعد تأهيل الشباب وتدريبه كويس أو واحتكاجه بخبرات متعددة ومختلفة أصبح هناك حاجة التمكين. برنامج الرئيسي من الحاجات الهيلة المهمة اللي فعلاً قدرت أنها يعني تقدم أجيال مختلفة بخبرة كبيرة يعني. بالزبط فإن مش بس البرنامج الرئيسي كان نواة لإنه يبقى فيه عمل مؤسسي وهو الأكاديمية الوطنية للتدريب. صحيح. الأكاديمية الوطنية للتدريب بعمل مؤسسي مستدام. أنا ترى استفيدة. أه بزر. يعني من أجمل الأكاديميات الحقيقة. دي حقيقة أنه يبقى عمل مؤسسي هو ده اللي دايماً يخرج القيادات الشبابية وقيادات الدولة على المدى الطويل والمتوسط والقصير. علشان يبقى فيه استدامة فيه وجود كفاءات كويسة قادرة أنها يدير البلد بشكل كويس جدا. طيب خلينا إحنا بنتكلم لما تيجي مثلا تسمعي يقولك يعني تسمية بعض القرات بالعجوز. يعني قررة الأوروبية عنوانها القرى العجوز. لأنه نسبة الشباب أقل ونسبة كبار السن هي الأكبر. فبالتالي عندك أمور كتيرة جدا لا يديرها الشباب. أنت عندك الحكس. أنت عندك نسبة شباب كبيرة جدا. وبالتالي أنت طول الوقت بتشوف مصر صغيرة شابة بتجري. فإزاي أقدر أنا أجري بعدد من الشباب وأعمل هذه القفزة. وبالذات وزارة شباب الرياضة يعني يمكن الناس مثلا متصورة وزارة شباب الرياضة بيهمها بس الكورة، الأولمبيات، الألعاب. لكن خلينا برضو نوسع شوية المجال والناس تعرف ماذا تفعل وزارة شباب الرياضة بالنسبة للفئات العمرية كلها من الشباب. خليني أقول حريك أن مصر فعلا عندها حاجة اسمها الهبة الديموغرافية. والهبة الديموغرافية دي أنه منحنى الهرم السكاني بيبقى زايد شويتين في فئة النشق والشباب. والحقيقة احنا كوزارة شباب الرياضة مش بس بنشتغل على فئة الشباب فقط اللي هو وفقا للتعريف الرسمي عالميا اللي هو من 18 ل 24. لكن احنا متوسعين شوية من أول النشق والطفولة المبكرة اللي هما الطلاقة. لحد يعني سن المتأخر للشباب شوية احنا يعني في مصر الطبيعة الاجتماعية مختلفة للفئة الشباب. فاحنا بنستهدف حتى ما بعد الاربعين سنة أو يعني في حدود الاربعين سنة. فعندنا برامج مختلفة ومتنوعة بنقدمها لكل الفئات العمرية دي. احنا منحنى سني بنتعامل مع كل الوزارات بشكل تكاملي. خليني اشعر حريك الاطار الاستراتيجي اللي احنا شغالين به. احنا جزء من الدورة المصرية وزارة شاب ورياضة بتشتغل على رؤية مصر عشرين تلاتين. ومستهدفات الرؤية. عندنا برنامج عمل الحكومة الجديدة اللي تم اعتماده من مجلس النواب واعطاء وثقة. واللي فيه هدف استراتيجي من جزء من بناء الانسان المصري يختص بالشباب بنات اليوم وقادة الغد. وهذا الهدف الاستراتيجي بيتبعوا عدد من البرامج الرئيسية والفرعية. كلهم بيترجموا لاستراتيجية الوطنية لشباب ورياضة. ودي اللي احنا شغالين في تنفيذها في وزارة شباب ورياضة في اطار المجموعة الوزارية للتنمية البشرية. اللي بتضم يعني برئاس نائب رئيس مجلس الوزارة بتضم عدد من وزارات. احنا نشتغل بالشكل التشاركي مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والأوقاف والعمل بحيث ان احنا نشتغل على عدد من المحاول. اولا في قطاع الشباب والنشط نشتغل على تمكين الاقتصادي للشباب. بنتكلم على ريادة العمال والمهارات والمشاركة في الاقتصاد وفتح المشروعات الصغيرة متوسطة ومشروعات النشأة. بنتكلم على التمكين الاجتماعي للشباب أو المجتمعي للشباب. بنتكلم على العمل التطوعي للشباب. بنتكلم على الكشافة المصرية. بنتكلم على المشاركة في الحياة والمجتمع المدني. بنتكلم على التمكين السياسي للشباب. هنا بنشتغل عندنا نموذج محاكاة للحياة السياسية المصرية بيبدأ من الصغر عندنا حاجة اسمها بارلمان الطلاية ده نموذج محاكاة للطلاية الأطفال الصغارين في مراكز الشباب بيعملوا نموذج محاكاة لمجلس النواب كأنه رئيس لجنة وكأنه نائب وبيقدم طلبات إحاطة وأسئلة لحد ما يوصل على مستوى المباري عندنا بارلمان الشباب وده اللي ما بعد بارلمان الطلاية ثم بعد دراستنا وتحللنا لقينا أنه بعد بارلمان الشباب ما بيخرج فيه فئة من الشباب طب أنا هعمل إيه؟ عملنا نموذج محاكاة مجلس الشيوخ للسن الأكبر فدور كلهم بقوا بيعملوا نمازج المحاكاة في مقار مجلس النواب نفسه ومجلس الشيوخ وبيشتغلوا مع النواب بشكل حقيقي وفاعل ده كله بيخرج فيادات سياسية على المستوى القادم أيضا عندنا بعض البرامج خاصة بتدريب على المحليات التسقيف والوعي السياسي وغيره فيما يخص التمكين السياسي عندنا أمور خاصة به الاكتشاف المواهب الصخفية والفنية عندنا مسابقة من أكبر مسابقات في مصر بقالها أكتر من 12 سنة اسمع مسابقة إبداع طبعا حركة عرفية وشريكة معنا مسابقة إبداع بنشتعل على نسختين كل سن نسخة للجامعات والمعاهد العليا والنسخة للمراكز الشباب والأندي دي اكتشاف لكل المواهب الفنية والصخفية في كل المجلات الحركة ممكن تتخيلها ثم بنعمل احتضان مع وزارة الثقافة لهذه المواهب علشان لما نطلع مواهبة شابة لازم نكمل عليها ونطلعها بعد كده للسوق ده مجمل أعمال الوزارة فيما يخص قطاع الشباب والنش فيما يخص قطاع الرياضة احنا زي ما حريك قلت يعني طبعا الصورة الزهنية لوزارة شاب ورياضة عند المجتمع المصري دايما بتبقى في الكورة لكن احنا الرياضة ما هيش احنا وزارة الرياضة وزارة شاب ورياضة ما هيش كورة القدم بس وما هيش مركز الشباب بس احنا عندنا استراتيجية الوطنية لشاب ورياضة بنتكلم على الممارسة بتاعت الرياضة ممارسة المواطنين للرياضة بشكل منتظم وستدام نهاية تكون لايف ستايل اكتر الحاجات اللي كمان كانت عجباني جدا مثلا في مهرجان العالمين كمية الرياضة اللي كانت موجودة يعني الناس كانت سعيدة بالرياضة حتى لما جابوا الاساتير يلعبوا معهم يعني فكرة ان انا حتى لما اعمل مهرجان ووزير الشباب ورياضة كان حقيقة في زيارة مهمة هناك مش بس ان انا يعني المهرجان يبقى الرياضة جزء فيه لان هي صحة الانسان يعني احنا بنشتعل اساس على صحة الانسان وعلى اللاقة بدانية لكن هليني اقول لحرك ان الرياضة لها كمان بعد تاني وهالرياضة ممكن تروج للوجهات السياحية والوجهات العمرانية اللي الدولة مصرية بتقوم بيها في اطار الجمهورية جديدة بشكل مختلف تماما طبعا فيه الاجتيفاتيشنز والاجتيفاتيز والمهرجانات والفعاليات الرياضية الكبرى اللي احنا بنعملها بالتعاومة مع الشركة المتحدة في مهرجان العالمين هذا بيروج اكثر واكثر لمدينة العالمين كوجهة عمرانية جديدة لمصر مختلفة تماما زي ما بنقدر نشوف بالدولة التانية الرياضة بتعمل ايه وبنشوف السكاي دايفنج وبنشوف الاعاب المائية والاعاب الشاطئية احنا بنعمل دا في العالمين وفي المدن الجديدة كلها خاني ارجع اقول حريكة كمان احنا بدأنا نهتم بالرياضات الاكثر جاذبية للشباب والناشئة المصري حريكة عارفة البادل تانس طبعا واسسنا اتحاد رسمي لها ومصر بقى التشارك في هذا امر وبدأنا ننشر ملاعب البادل تانس في منشآت شبابية والرياضية بنهتم جدا بالسكيتنج والالعاب الخاصة بالشباب بنهتمين جدا وعملنا اتحاد خاص بالستريت ووركاوت اللي هي البركور والعاب الشارع واللي أقل تنافسية الشباب عدنا في مصر الحقيقة مطاف جدا وبالعبوا بالفتناج وبيمشوا كده خلينا ببقى نحنا نروح لرياضة نروح على اكبر بعثة أولمبياد يعني تاريخيا بالنسبة لمصر دي البعثة اللي مسالتنا في الأولمبياد والحقيقة كان يعني البعثة كان شكلها مشرف وكنا مبتهجين بشكل كبير الناس كانت مبسوطة من أداء طبعا يعني فيه شباب شرفونا ورفعوا اسم مصر وميدليات محترمة وكان فيه إخفاق برضو وكان بداية الناس شفتم إزاي البعثة بشكل عام يعني منذ البداية حتى العودة طيب خلينا نتكلم بشكل محايد ونيوترال جدا ومنطقي احنا أنا عايزة رأيك كشاب لا حقول لها حرار رأيك كشاب انه احنا لازم نحكم على الأمور بشكلها الشامل ومضمون الكامل احنا دورة العابة اللونبية في باريس عشرين أربعة وعشرين كانت امتداد لإعداد الدولة لهذه البعثة منذ ما قبل توكيو عشرين واحد وعشرين عشرين وعشرين وعشرين عشان سنة الكوروناية احنا بدأنا من بالزبط يناير الفين وتسعتاش للإعداد لتوكيو عشرين عشرين والحقيقة ما كانش فيه الاستعداد ما قبل يناير الفين وتسعتاش العلمي والاستعداد الكامل لهذه البعثة بس خليني أقول لها ريك انه توكيو عشرين كان فيها رياضة كاراتي صحيح ومصر متميزة جدا في الرياضة كاراتي عشرين وعشرين باريس ما فيهاش رياضة كاراتي صحيح خليني أدي يحرك نموذك هما كانوا هما كانوا أسقطوها كل دولة بتصطدي في الأولمبياد بتختار عدد ثلاث ألعاب مختلفة يعني وإحنا متميزين في أرس كواش خليني أقول لها حريك إحنا بدأنا من يناير تسعة عشر في الأعداد لدورة العابة الأولمبياد خاصة بتوكيو والحمد لله قدرنا باللجنة العلمية في وزارة شابة ورياضة بالتعاون مع اللجانة المقتصة ومتخصصة في اللجانة الفنية في اللجنة الأولمبياد والاتحادات الرياضية في تجهيز البعثة لسفر التوكيو واللي حصدت ست مدليات وكانت أكبر عدد مدليات تفوزنا به في تاريخ مصر ثم استكملنا الإعداد وإحنا عينينا مش بس على باريس 24 إحنا عينينا على لوس أنجلس 2028 فكان رغبتنا وهدفنا في إحنا واللجنة أولادة هاي بقولها أنه حوالي ربع مدليات مصر اللي حصلت عليها من 112 سنة من أول مشاركة مصرية في الأولمبياد من 1912 خدناها في آخر دورتين يعني في آخر 6 سنين يعني في عدد سات رايس إحنا حصلنا على أكتر من ربع مدليات مصر اللي حصلناها في تاريخ مصر مشاركة في دورة الأولمبياد المستقبل أفضل من كده بكتير إن شاء الله في لوس أنجلس 2028 وده لا يمنع على الإطلاق وده رأي كشاب ورأي يعني جزء من وزارة شاب ورياضة أنه لا يمنع على الإطلاق أنه في مسئولية وفي أداء بنراجع هذا الأداء على الاتحادات الرياضية هل هنا حيكون في مراجعة على بعض لأنه كمان مهم حيخذه الخبرة منين أو يتحسنوا إزاي حريكي عارفة أنه جزء من حركة الأولمبياد الدولية وفي مواثيق دولية وفي التزامات وفي لوائح خاصة بالاتحادات الدولية ولوائح خاصة بدورة الأولمبياد مفيش دي نقطة لازم المجتمع المصري يفهمها مفيش حد يقدر يمنع أي لعب تأهل على مستوى قاري وحاصل على تصنيف أنه يمنع من مشاركة في الأولمبياد مدام خد الفرصة أنه يطلع ويبقى من حقه أنه يشارك بدورة لعب الامبي تقدرش خالص دورة اكس أو واي أو زد تقول للعب لا أنا أسف مش هركز عليها بالفرنية مع أنك تأهلت هركز عليها بالفرنية وهو البريق اللي نقلنا للأولمبياد لأنه يمكن ما كانش تأهل حقيقي يعني عن يبين الخبرات ولا ده مجرد كلام زي ما بيقولوا كلام مش فني دقيق شوية بس خليها نقول أنه مصر كانت في دورة لعب الأفريقية اللي في ربع الأول من هذا العام قدت أداء مبهر وتاريخي على جميع على مستوى القارة الأفريقية هي استقبال سيادة الرئيس للعبين قبل صفرهم دورة لعب الأفريقية كانت تكريم عن مشاركتهم في دورة لعب الأفريقية هي كان سيادة الرئيس ليرسائل مهمة جدا وكن لازم نسمعها ونركز فيها مش مهمة خالص حصد يعني حققنا على مستوى أفريقيا عدد مدليات كبير جدا الأهم بكتير النموذج اللي احنا عايزينه يبان قدام العالم كله وده الحقيقة اللي تم يعني احنا كان الحمد لله بحثة مشارفة جدا ورغم كل اللي اتقال المجتمع في فرنسا كانوا يبصوا على شكل البيعثة المصرية وعلى نظامها وعلى احترامها وعلى أداءها وعلى أخلاق المصريين الهناك هليني أقول الحريق كمان احنا النموذج التلاتة أحمد أسامة الجندي وصارة سمير ومحمد السيد أبطالنا الأولمبيين الحقيقة دول بيتميزوا بخلق وقويم جدا جدا احنا كمان مش بس بنبصرهم كنمازج حابين ان الشباب ياخدوهم كخدو احنا عندنا مشروع مهم جدا اسمه مشروع الجينوم المصري مشروع الجينوم المصري ده بنتعاون فيه مع عدد من أجهز الدولة والجهات المتخصصة والفنية والباحثة يعني احنا بنبص على الدين ايه بتاع اللاعبين دول صحية وطبية وبيبقوا ريفرنس لنا عشان اكتشاف المواهب الأخرى من بدري من بدري احمد اسامة الجندي هذا البطل محمد السيد وغير وغير انا ممكن اشوف الجنات بتقول انه فلان ممكن يبقى مطل فاشتغل عليه وقوة التحمل ايه وبنشاء بشكل علمي طيب لانه الوقت بيجري وانحنا بنكلم في رياضة خليني اسألك سؤال برا المنهج زي ما بيقول بما ان حضرتك شاب ربما سنة 34 او 36 تكون احد الوزراء ربما تكون وزير الشباب والرياضة ليه لا هل ترى انه مصر لو بتخطط انها تبقى موجودة كسعالم او اولمبيان تشوف سورة مصر عاملة ازاي 34 او 36 لا احنا لو بناخد الخطوة دي من دلوقتي احنا فعلا بناخد اجراءات في ده يعني بس افتكن انا قلت لك الكلام ده سنة 24 احنا هي يعني بنشتغل لا 20 34 وما بعد ذلك من النهاردة علشان هذين ملفات والتقدم على هذين ملفات بتاخد جهد كبير جدا ولكن خلينا اقول حريك انه شكل مصر مش بس كمان كم سنة شكل مصر دلوقتي مختلف تماما ونظرة المجتمع الاجنابي لنا انه مصر قادر على استضافة هذين الاحداث مختلفة بسبب البنية التحتية والعمرانية والنهضة اللي احنا شايفينها بشكل حقي قلني اقول هريك قبل ما ننتهي انه احنا النهاردة الجمعة بكرة السبت 17 حفل افتتاح المؤتمر الكشفي العالمي التلاتة واربعين ايو ومصر حتى من ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاب ورياضة وبرنامج جمع الحكومة انها تكون مركز اقليمي ودولي استضافة الاحداث الشبابية والرياضية والبطولات ادرنا ان احنا من عدد من 8-4 سنين ان احنا ناخد حق استضافة تنظيم مؤتمر الكشفي العالمي وده اكبر كونجرس وتجمع عالمي الكشافة في العالم جايلنا وبدأوا يوصلوا يعني 2000 مشارك من 174 دولة بكرة ان شاء الله حفل الافتتاح بيمتد على مدار اسبوع كامل فده حدث كبير جدا بيؤكد ومصر قبلها استضافت بطولة عالم كاس عالم كورة اليد في عز الكورونا واللي كانت تجربة عمر مع التجربة كانت هيلة مازلنا برضو عندنا الامل وجود حضرتك كمعاون عليك مسئولية كبيرة انت بتمثل مش بس معاون ولكن انت بتمثل قطاع كبير جدا من الشباب اللي بيتمنوا يشوفوا زي ما انت قلت مصر تفضل شابة زي ما هي وتحقق حقيقي حاجات كتير جدا بإذن الله وباشكر حرك جدا وعايز اقول حرك يعني حرك استاذ شبكي القيمة والقامة اللي احنا دايما بنبصلها كقدو اعلامية للشباب على الفكرة رياضية جدا باشكرا شكرا جزيلا لنمورتنا